اطلع الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس تائرة شؤون الضواحي والقرى على المبادرة المجتمعية لتوفير مركز متنقل إنجاز معاملات الأهالي والتي نظمها مجلس ضاحية السيوح بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة بعدد من الخدمات الشرطية والمرورية قدم مجلس ضاحية السيوح مبادرة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة لتقديم عدد من الخدمات التي يستفيد منها السكان عبر توفير مركبة لإنجاز المعاملات بجانب مجلس الضاحية ويستفيد الأهالي من خدمة فحص المركبات إلى جانب تجديد ملكية المركبة ورخص القيادة ومن جانب آخر يستفيد أهالي الضاحية من خدمة فحص النظر هذا وزار مجلس ضاحية السيوح الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة وتعرف على تلك الخدمات المقدمة للأهالي إذ تعكس مثل هذه المبادرات أهمية تعزيز الروابط المجتمعية بين المجلس وأهالي المنطقة والتأكيد على ضرورة تلمس حاجاتهم والتعرف على اهتماماتهم إذن مبادرة مجتمعية من مجلس ضاحية السيوح بتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة توفر من خلاله عددا من الخدمات الشرطية لأهالي ضاحية السيوح لأخبار الدار وإذن أصبحي الشارقة